القرنفل اعشاب بتستخدم من زمان جدا كعلاج اوكي مش بس حاجة بتتشارب وخلاص ده ليها تأثيرات كتير جدا على جسم الانسان اخر حاجة معروفة عند القرنفل استخدامه كمسكن وخاصة لقلم الاسنان بس في الحقيقة القرنفل له فوايد كتير جدا والنهاردة ان شاء الله اللوكو على اربع وصفات مهمين قوي بيعالجوا حالات كتير وممكن تستخدموه كمان عشان تتحسنو من اي بدايات للحالة دي حتى لو مش عندنا انا احاقي نفسي منها وهبدأ اخد نظامه قاية وحماية لجسمي عشان متعردش المشاكل دي اول وصفة معنا وهتكون لعلاج التوتر ناس كتير بتتوتر ناس كتير بتبقى استرسد استرسد بقى بسبب الحياة العادية بسبب الشغل بسبب المذاكرة بسبب الامتحانات واتفر ايا كان احنا استرسد من ايه نقدر نريح نفسينا وريح احصابنا بخطوة احلى بس وهي اضافة القرنفل على الشاي الاخضر القرنفل مع الشاي الاخضر بيبدأ يعالج حالات التوتر ويساعد على الاسترخاء والشعور برلاكسيشنز طول الوقته والمودي الهيد نقدر مشروب الشاي الاخضر ولامة هسيب مصمار القرنفل يتنقع معه شوية عشان طبعا استخلص المواد الفعاله لجوه مش هشربه على طول لازم استخلص المواد الفعاله لامة النقطه التانية ان اطحن القرنفل واضيفه على مشروب الشاي الاخضر دي حاجه ودي حاجه الوصفه التانية هنعملها تعزيز لهيرمون التستسترون هيرمون التستسترون زي ما احنا عارفين هو هيرمون زكري التعزيز الهيرمون ده بيعزز القدرة الجنسية عند الرجال ولكن برضو الهيرمون ده موجود عند السيدات بنسب قليل يعني احنا كلنا عندنا نفس الهيرمونات ولكن في تفاوت في نسب الهيرمونات ما بين الزكر والأنصة طبعا بالنسبة للرجل هو المسؤول عن الصفات الزكريه بشكل اساسي اما بالنسبة للأنصة بيساعدها على قوي للعظام يعني بيساعدها على صلابة للعظام وده اللي بيحصل كل ما تقدم العمر بالأنصة ان بيحصل نقصة عند الأنصة والرجل عادي يحصل نقصة في تركيز ييرمون التستسترون وده مش بيأثر بس على القدرة الجنسية عند الرجل ولكن بتأثر كمان على كثافة العظام عند الزكرة والأنصة ومن شكل ان يتضاعف العظام او سيحس بعض الألام او عدم التحمل التستسترون كمان مسؤول عن بناء الكتلة العضلية سواء بقى عند الزكر او عند الأنصة زي ما قلنا هو موجود عند الزكرة بالنسبة أعلى بكتير جدا من عند الانصة بس برضو بيشارك في الوظيفة دي عند السيدات فإحنا دلوقتي بالمشروب اللي احنا هنعمله هنعزز و هنزود و هنحفز هرمون التستسترون وده هيفيد الزكر والأنصة هنعمل ايه؟ الوصفة للأولى دلوقتي هتقلل من تساقط الشعر و هتقلل و هتقوي بصيلات الشعر الوصفة دي هي اني بجيب زبادي او لبن و احط عليها مطحون القرنفل و ااخده برضو بشكل يومي او بشكل اسبوعي لما بقول اسبوع بيبقوا من مرتين لثلاثة في الاسبوع وده بيكون احسن و انا عن نفسي بفضله اكتر من يوم و يوم ولكن لو الحالة تستدعي فبزود الجرع شوية و باخد كل يوم و خلينا نبه ان مش بضيف كمية كبيرة جدا من القرنفل ولكن هو مصمار واحد بس و لو اقطر من الكمية بيبقوا مصمارين ولكن لكل كوب من المشروبات اللي احنا بقول عليها اول وسطات هو مصمار واحد بس مش كتير رقم ثلاثة تختص بالجلده و حبوب الشباب بالاخص طبعا كلنا برضو في مرحلة الشباب بنعدي او بيمر علينا مشكلة حب الشباب و دي مشكلة ممكن مع بعض الحالات تستمر او بتسبب مشكلة كبيرة ممكن كمان بيكون الجلد عليه طبقا لتعرض مثلا ليه ميكروبات بدأ يتسبب في تكون صديد اللي هو السائل الابيض او الاصفر ده في عندنا كمان بدأ يحصل تحصص بدأ يحصل التهابات جلدية طبقا لعدوى توفيلية او سورية عدوى فطرية او بكترية واتفر بقى انا اعالج الموضوع ده ازاي بالقرونفول هبدأ اغلي القرونفول واسيبه يبرد او انقعه لمدة تعدي الليلة اوفرنايت اوفرنايت من 18 ل 24 ساعة اوكي ده الاوفرنايت لازم يعدي الوقت ده عشان المواد الفعالة برضو تكون استخلصت من القرونفول تمام؟ وهنا بقى اقتر الكمية شوية عن مصمار لان انا هبدأ احضره مرة واستخدمه عدة مرات لحد ما تنهي على الموضوع خاص طيب هنا القرونفول هيعمل ايه؟ هيطهر المنطقة اللي موجودة فيها حب شباب او صديد او او تحسس تتيجة وجود ميكروبات معينة لانه هيقضي على ميكروبات بصفته اقوى مضاد اكسادة واقوى مضاد ميكروبي كمان واصفه الاخيرة هنعالج بها التهبات المعدة وهنا هناخدها صباحا على الريق وقبل النوم مرتين في اليوم نقع برضو مصمار من القرونفول في المية المغلية وهسيبه برضو لما يستخلص اللي فيه بس مش درجة يوم بقى انا بسيبه حوالي ساعة او ساعتين وببدأ استخدم من المشروب ده او الكوب ده معلقة على الريق معلقة قبل النوم وبكده ان شاء الله المعدة بتتحسن واي التهبات في الجسم عامتها مش المعدة بس لان زي ما قلنا احنا قلنا من شوية انه هو مضاد اكسادة مضاد اكسادة يعني ايه يعني بيحارب اللي التهب يعني بيحارب الشارد الاخرى يعني بيعالج اي حالة التهبية في الجسم مش بس موجودة في المعدة ولكن الجسم كله طبعا مع كل الاضوار الطبية دي للقرونفول ما ننساش دوره في تسكين الالم والتعامل كمسكن وبرضو مش قلم الاسنان بس مش بس قلم المعدة ولكن في وجود اي قلم في الجسم بابدأ احضر مشروب القرونفول مغلي او ملقوع وبابدأ بس المهم يكون مستخلص بشكل جيد عشان الجسم يستفاد بيه بشكل اسرع برضو بابدأ اشربه اكيد اكيد انه يحسلي من الاحساس بالقلم وهيخالين ارتاح شوي نبه ان القرونفول استخدامه مش خطر خالص على مرضى السكر لانه اصلا نخضر في تنظيم سكر الدم نقطة هنا اني مسرفش في استخدام القرونفول ده قاعدة عندك ان الاسراف من اي شي دايما باخد نتيجة عكسية مش النتيجة الصحة بقى وبنسبة كبيرة لا ده بيبقى الوضع عكس فانا مش بسرف من استخدام ولكن بدور برضو على الحاجات اللي موجودة في الطبيعة وفي متناول ايدي بستخدمها بشكل طبي او بشكل علاجي يعني بقصد اني احطها في روتين اليوم وده يفيد صحتي جدا